شو 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 بسبب هذا الحولي بل العيد الكبير واحد الأب يقال صفها الوالده بسبب هذا الحولي حيث تجعلها الأب مع الحولي من الرجاح حدثه بشكل خيبه مع الحولي فقرر يصفيها لي ولكن لا تخيلوه كيف يعرفوه بل عب هو أم من اللي ستسمع القصة ده اليوم ستفكر مزيان قبل ما تشريء ضحية العيد وطخيلها للدارك ما تزجلوه من القصة تفرجو من اللي وول حتى الخر حيث فيها واحد عبرة كبيرة وخصوصا نحن مقبيلين على العيد الكبير وباش ما تديروش نفس الغالط اللي دارو هاد العائلة ولكن قبل ما نبدو ما عرفتش علاش ما كتفعلوش مع القصص اللي كان حط لكم وحدف الجوج يا اي ما كتنسوا وما كتفعلوش مع القصص او ما كتاخدوش منهم عبرة وغير كان نخربق عليكم وصافي فالي كان بللكو ما نضعيف وغير كان نخربق قولوها لي افتع عليق باش نسد هاد الشي وما بقاش نحط لكم القصص وحتى انا نقلب هالتفاهة ونجيب ليكم لا يضيع عليكم وقتكم وما كتستفدوا ولو ولكنتو غير كتنسوا وما كتفعلوش فانا مستعدة بنتس انكم حتى تديروا لايك لهذا الفيديو هادا وكان بغي نشكر اي واحد كيتفعل معايا وكيخلي ليتعالق زوينة راني كان قناهم كاملي وكيف ديما دوز عند الانستغرام ديلي ها هو تما فين كنكون ديما او اللي عندو شي قصة وعارف الناس غياخدوا منها عبرة اصفتها لي يتم على بركتي الله نبدو هادا واحد سيد سميته ابراهيم تزاد وكبر في مدينة دار البيضة دير واحد المشروع دياله خاص عبارة عن سناك دي المأكلة السريعة بقى خدم نهار على نهار السيد شاف راسه غديم زيان فقرح تهوي تزوج ويدين وليداته وتقدم لوحد البنت من عائل تونيت بنت الله يعمرها دار تزوجه ودالو العرس على قد الحل ومعلمو تدرزقهم ربي بأول مولود تزاد عندهم ولده سمه حسن وهو بطل قصة ناليوم هادا الأزواج كانوا متفاهمين بزاف عايشين باخروا على خير وما خصوا حتى شي خير وكيتعاونوا على هاداك الولد يربيه أحسن تربية بقوا عايشين حتى وصل العيد الكبير ديالسنة 2008 وهنا فين غد تخربق لهم حياتهم هادا العام ولده محسن غيكمة 13 سنة في عمره لمهم الناس كيوجدوا العيد على تساع هل يبغي يشيري الحولي هل يبغي يشيري الفاخر ولمعيدات باش كيدبحوا وهلي كيجري باش يشيري الحواج لوليداته ويفرحهم لأب هنا مازال مشرح الحولي وشاف باللي كينا واحد البلاصات اما دروها على شكل سوق وكيبيعوا فيها الحوالة لغد ليه مفتحش المحل حيات بغي يمشيش للحولي ويتهنم منه باللي فق الصباح فيق معه ولده براهين باش يمشي تسوق معاه دخل السوق بقى كيقلبه وكيعزل وكيختار وهو بغي غير شي حوله على قد الحل وعلى قد جيبه فعلا شراه وشاف واحد مولترايبورتور هو اللي هزوليه وداله للدار فاهم عائل التمان وهزوه وشدو به طريق للدار ووصلوا ونزلوه فبحكم هما ساكنين غير في البروميان مجاهم مش صعيب يدخلوه مع دخلوا للدار وهي تشوفوا الزوجة دياله مع جباج الحال قلت ليه واش هدو الحولي باش نعيده قلت ليه ايه هو هدا واشنو فيها قلت ليه لا 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 جيران معايدين بحولي كبير اخوتي وعائلتي كامل معايدين بحولي كبير وانت جيب ليه هدو الجلو هدا واش بغتي تضحكم علينا ولا شنو قلت ليه اسمعيني هاد المر ما فيها بس نعيده بهذا الحولي يقع الاعياد اللي فاتوا وكنك نعيده بحولي كبير وده بانت عارف علي الكرة ديال الدار وديال المحال والمصاريف كتير هاتش علاش شريت غير هادا ونقضيه بهي الغارات نقضيه بهذا وعام الجين شاء الله نعوضه بمحسن قلت ليه لا لا بغيت حولي كبير ولا بس وهو يجيبها وقال ليه هدا هو جهة دياليك ما عندي من ديرليك هادرها مني هادرها منك ودخلوا في نقاش كبير وهو يضربها وهي تقلقه هزاي تحويجها ومشت للدار ديال والديها غضبانا بقى غير بوحده في الدار وبقى كيفكر وهو ينعى للشيطان وتبعها للدار عند وليدها دخلوا الوالدين بيناتهم وحاولوا يصالحوهم وفي كل مشكلة بيناتهم الوالدين ديال البنت قالوا ليها غير سبري معاها بنتي هادرها راجلك وخصك تتعاوني معاها للزمان باشي تغرقيه وتفرضي عليه شي حاجة اللي ما قادش عليها وفعلا قدرو يقنعوها ورجعات للدار ديالرجلها لغدليه فاق براهيم وقال ليها شفتي هدل حولي اللي ماعجبكش انا غنديه وغنبيعه ونشري شي واحد اخر كبر منه يوا يالله بقي ليه غير على راحتك وهي بقيها غير تسمح ليه وما تبقاش مقلغة وفعلا غدلي هزل حولي هو ولدو وشدو به الطريق للسوق وبعد اكل حولي وزاد فلوس وشري واحد اخر كبر منه شوية وشاف واحد مولتري بورتور باش يديه لي للدار وخلصو وصيفت معاه ولدو للدار وقال لي سيرو انتو ما انا مازال غدين قضي واحد الغارات وشاف دك الشي اللي خاصو وتقداو شد طريق للدار معاد خلصو ولمرتو وقال لي ها ايوك يفجك الحولي اللي شريت قلت لي انا حولي كدو عليه وفين هولي ولد بعدها قل لي الحولي اللي شريت وصيفت معاه ولدي واجبهم مولتري بورتور قلت لي ارامجة لحولي لمولتري بورتور للولد قل لي هاوي اللي ميمكنش انا صيفتهم وقلت لهم سيرو حتى نقضي ذلك الشي اللي خاصني وانت باعكم قل لي ها ميمكنش راش يساعده باش صيفتهم للدار يقدر غا تكون واقع لهم شي حاجة في الطريق ولا خسر لهم الموتور فهنا الاب قرر انه يرجع للسوق ويقلب عليهم وتخلى بلاسة اللي كيكون فيها هومالين ترونسبور البلاسة اللي هزمنها الموتور الحولي ومحاوصلك تبنيت امه الجوقة دي لبنادم مجموعين على شي حاجة حتى هو مشي برقق ويشوفه شنه امه ومحاطلك يلقاه هم والدو اللي مجموعين عليه ذو كل الناس بفهموالو بقى غير مصدوم بلقى الرب اللي هلقاه مات وكله دمايات بحل دربوشي واحد للراس بشي حجرة بدك يسوول الناس اللي هتما قل لي وما داره ولدي اشنه واقع عليه واشكن دار لي هاد الحالة هذه حتى وحد ما عارف شنه واقع عليه قالوا لي هاودي احنا هاد الولد لقيناه طايح هنا وصافك المهم جاول البوليس وهززوه بشي ديله له تشريح طبي ويعرفوا شنه السبب تقرير طبيك يقول ان الولد نضروه بضربة خفيفة على راسه يعني بحل طايحة لشي حجرة ولاحظوا ان البلاسة اللي كان طايح فيها الولد كانت حداه واحد الباكية ديل القارو وشيصريف ديل الفلوس البوليس داروا تحق مع الاب وقال لهم انا من اللي شريت الحولي يصفت مع مولتري بورتور وولدي حسان وقلت لهم سيروا الضرح تنقضي واحد الغارض ونوصل عليكم هنا البوليس شدوا طريق خراح يتشكوا في مولتري بورتور وهو اللي سيكون صفاء لولد باش يسرق الحولي سولوا الاب وقالوا لي هاوش باقي عقل على مواصفة ديل مولتري بورتور قال لهم اه ستكون في عمرو دك 38 سنة رقيق وطول شوية ومحسن وجهه وكان لابس واحد البلوزة حمرة وقالوا لي هاوش باقي عقل عليه قال لهم اه الموتور زرق وعنده باش صفر البوليس بدأوا كيسولوا الناس في السوق تمال عندهم المماطر وفعلا كل شي يعرفوا وقالوا لي هاوش دولت لي ساسفاء وهافين ساكن وهافين مشاو نيشان الضار ودخلوا لي هاوالقوا فعلا الحولي دي البراهيم اللي سرق قالوا لي من ايجاك هذا الحولي هذا وجههم نيشان وقال لهم سيدي ما عندي باش نشري الحولي وسرقت الواحد السيد وهذا الشي يعطى الله اللي بغيته ديره وهو يدوي براهيم الأب دي الحسان قال لي انا ما عندي ما ندرب الحولي راك ضيعتيني فولدي وصفيتها لي ولموتور هنا تصدم قال لي انا ما قتلت حتى واحد سرقت الحولي اه ولكن والدك لا قال ليهم في الحقيقة ان من اللي دار معايا باش ندليه الحولي وخلصني باش نصدر والد اللي كان معايا عطيته عشرين درهم وقالت لي جيب لي يا باكيت القارو وانا سنتسنك هنا ومعامشة الولد انا هربت وديت معايا الحولي هذا الشي اللي كان شي حاجة اخرى را مكيني البوليس هنا فكرة رومانطيقيا ممكنش يصخروه بقيت سناح حتى يرجعوا ويقتلوا ويهرب اذا الولد غيكون صفالي شي واحد اخر وهنا البوليس بدأوا البحث ديالهم من جديد وتعمقوا اكتر وداز العيد الكبير وداز شي خمسة عشر يوم مورا العيد كل شي مدوز العيد كل شي كان فرحان الا الوالدين ديال حسان ما عارفوا منين دازليهم وداز العيد بخمسة عشر يوم واحد النهار بالضبط مع الثمانية ديال ليل ستوقع واحد معجزة باش تعرفوا ان الروح عزيزة عند الله هذا الليل لاب ديال دري حسان كان سكران ديال بالصح ومشان يشان عند البوليس وقال ليهم بغيت نشوف الضابط فلان عندي له واحد الهضرة غير بينه وبينه وفعلا بقى كي تسناح تاجه قال لي هاداك الضابطيك لابس شونه بغيتيني كي دوي معاه هو سكران قال لي هرا بغيتك لشي حاجة قال لي الضابطيك شغل تقول لي وانت قعمه ساحي قال لي الاب راح بسبب هاد المشكل راني سكران غير سمعلي ياراني عارف اش كنقول قال لي الضابط يالله دوي انا كنسمعك قال لي ذاك الولد ديالي اللي لقيته مقتول في ذاك السوق راه انا اللي صفيتها لي وماشي شي واحد اخر انا الضابط قال لي يعود لي من الول حتى الاخرش نواقع بالضبط قال لي إبراهيم انا هاداك النهار شريت واحد لحولي لكن الزوجة ديالي ما عجبهاش وقررت نمشين بيعو نزيد عليه شي فلوس خراه ونشير شي واحد كبر منه شوية خديته ودرت مع مول الترانسبور وخلصت وصفت مع اهل الولد وانا بقيت في السوق كانت تقدشي حاجة ديالي اللي عيد قال لي شي روبع ساعات قديت ذاك الشي اللي خاصني وخرجت وصلت البلاس اللي هزمنها لموتور الحولي بالله وصلت كان لقاول دي باقي واقف تما قلز حدا واحد الحجرة وشد في يديه واحد الباكية ديالالقارو وشي صريف سولته وقلت لي واش ممشيتش مع الحولي قال لي يا بابا رهم الموتور اعطني 20 درهم وقل لي سيرجي بلي باقي تلقارو من اللي رجعت ما لقيتوش وانا بقيت كنت سننه هنا قال لي هم الأب هنا عرفت انه مولموتور سرق لي الحولي ودار هاد الفعل اللي الولد باش يهرب قال لي هم انا محسيتش براسي وانا صرفق الدري معا صرفقتوه هو يطح للأرض من اللي طاح جراسو نيشن على واحد الحجرة قال لي هم بدك يبني يدمك يخرج كتير عيت ما نحاول نفيقوه لكن ما بغاش يفيق وهنا عرفتو باللي رهمات وهو يهز تقاديا ديالو ومشان يشن للدار دخل الدار وبدك يسول على الدري والحولي ودار ما فراسو بويلو هنا البوليس في الأول ما تشيقوهش حيت كان سكران ويقدر اقتر عليه الشراب وبدك يخربك فقروا يبيتو عندهم حتى الصباح ويعودوا التحقيق معاه لغد لي اعترف لهم بنفس الصريحات وقال لهم دك شي اللي عاوت لكم البارح هو اللي كان وره انا اللي صفيتها للولدي المهم قدموه المحكامة وحكمو عليه ب13 سنة سيجن غير نافذة اي قصة كان عودة لكم لازم ناخدو منها العبرة العبرة من القصة دياليوم انا كيبن ليه ان الام هي السبب اللي اشتتهد العائلة لانه لو قناعات بدكش اللي قسم الله وما تصوقش العائلتها وجيرانها شنو شراو ويدوزو العيد باش مما كان ما كانتش غد ترزاف ولدها ويمشي رجلها للحبس وضحية العيد غير سنة وكل واحد كيشريع لقد جيبوه لقد جادوه الفرحة الكبيرة نهار العيد هو انت جمعوه وانصلوا الرحيم مع عائتنا وولداتنا باخير والاخير وعدكم مبارك سعيد من دابا الله عونكم